ألقى عضو لجنة النفط والطاقة السابق غالب محمد ومجموعة من المختصين باللائمة على ضعف التخطيط الحكومي في زيادة معاناة العراقيين في فصل الشتاء وأشاروا إلى أن التدابير ظلت دون مستوى الطموح رغم تكرار نفس الأزمات في مواسم الشتاء حيث لم يتطعظ المسؤولون على النفط بنتائج الأزمات رغم أن الحلول بسيطة وتتلخصوا بزيادة الحساس النفطية وتوزيعها قبل الدخول في موسم البد موضحا أن حصول كل أسرة على برميل من النفط الأبيض يكفي لسد حاجتهم في فصل الشتاء ويتفق المختصون مع النائب السابق في الكميات المقترحة من الحصص لكنهم يختلفون في قدرة النفط على تأمين احتياجات الشعب بالناتج المحلي لأسباب يصعب تفسيرها رغم أن العراق يمتلك المصافي والموارد والملاكات المؤهلة لزيادة الانتاج عن الحاجة المحلية بل وتصدير كميات كبيرة ليبقى السؤال حسب رأيهم متعلقة بالإرادة واستخلالية القرار الحكومي في الصناعة النفطية وشقيقاتها